بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحانه وتعالى أنا أدعوكم إلى الوقوف قليلا إذا هذه الآية وشكون مولانا فيها آية 13 من سورة نوح عليه السلام ما لكم لا ترجون الله وقارن يعني مش تقولوا النسى دومة بدائيون ما يفهموش الدعوة الربانية ليش هذا المقصود فقط حتى أنتم اللي تقولوا بغلبيتكم تقولوا بالإسلام هل ترجون الله وقارن هل تحكيه قدره كما يجب يا عربي قد باني إسرائيل وأشباهم وما قدر الله حقا قدرا ينسويكم ما عندكم مش الإسلام كابري من نعم الرحمن كابري من هل يكبر نعم الرحمن لا يؤمن بالله ولا يرضي الله بأي صورة كانت اتقوا الله يا ناس أرجو ربكم قبل ما يحق عليكم القول فتكون هنا من الخاسرين كل شيء أبواب الخير والنجاح والفلاح والسعادة مسكرة حروب الأحسان جوائح قح عدوان بلا سبب وأكبر جماعة تنشروا العدوان وبنصوه يقرب معهم بالنعم يعني عندهم كما تقول أنت خسال مشتركة لدينا تركوا معهم قواسهم مشتركة أعلم كلكم يا ناس في قرأ روحكم لأننا القرآن مشينا خطر نبينا عليه السلام والسلام نبشر وننظر أعنى عنا أنوار القرآن نستفيد منها ونحاول كيف سنقعوكم باش تستفيدوا ببعض أنوار القرآن والسلام علينا بالتمام كمان